أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن زيارته لمصر تهدف إطلاع القيادة المصرية لتطورات الوضع بالسودان وشدد البرهان على المسئولية المشتركة بين البلدين مضيفا إلى التطلق كذلك لمتابعة الموقف بشأن الجالية السودانية بالقاهرة في هذه الزيارة أريدنا أن نشرح تطورات الموقف للقيادة المصرية قيادة المصرية والشعب المصري هم جيران وأصدقاء ونحن كلنا نفتكر أنه عندنا مزئولية مشتركة تجاه الشعبين قصدنا أن نضع القيادة المصرية في الصورة الصحيحة ونطلعهم على تطورات الموقف أيضا نتفاكر في شأن الجالية السودانية الكبيرة التي لجأت إلى مصر ونحن نصوط هذا المقام من خلاله نشكر الشعب المصري ونشكر القيادة وكل من سحى الأمر دخول السودانيين إلى مصر أيضا نحن نطلب من العالم أن ينظر إلى هذه الحرب نظرة موضوعية نظرة صحيحة هذه الحرب قامت بها مجموعة تريد أن تستحوز على السلطة في سبيل ذلك قامت بكل جريمة بشعة أو يمكن أن تخطر على بال البشر